أسعار تذاكر مباراة المنتخب الوطني العراقي ومنتخب عمان في تصفيات كأس العالم النهائي يوم 5-9 إن شاء الله يصل في يوم 5-7 مساء المدرج الأول سعره 30 ألف والمدرج الثاني سعره 20 ألف والمدرج الثالث يعني بالطابق الفوق سعره 15 ألف والفي آي بي رح يكون سعره 50 ألف هاي في لعبة العراق وعمان إن شاء الله في ملعب البصرة أغلبية الجمهور العراقي ويروح يشجع المنتخب العراقي تلقى له يشتغل عماله لو كاسب لما متعين فما رح يقدرون يدفعون هذا المبلغ احتمال كجماهير عراقية تشوفوا المبلغ وهو ونه أراءكم بالتعليقات ونه رح يروح للملعب للترفيه نسبة شحن جهازك نسبة فوز العراق على وعمان اكتب نسبة شحن جهازك وطبعا لا يعلم الغيب إلا الله اكتبوا نتوقعاتكم لمباراة العراق وعمان بالتعليقات القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان حالة الأكثر على القناة الشرقية والعراقية الرياضية وقناة الرابعة الرياضية وقناة الكاس وهم رح ينشروها على الفيسبوك وفي تطبيق دراما لايف لعب منتخبا وطن العراق عي جاسم سافر اليوم إلى إيطاليا من أجل الالتحاق بفريقه الجديد كومو ستكون أول مباراة له في الدور الإيطالي إن شاء الله ضد نادي كالياري الاثنين المقبل بعد الخسارة أمام يوفنتس مدرب نادي كومو فابريغازق القائمتنا منقوصة ولم تكتمل إلى الآن المدرب يشير إلى أهمية تواجد عي جاسم بالنادي الصحف علي إسماعيل يقول أزمة قميص المنتخب لا تنتهي اتحاد الكرة رفض القميص الرسمي الجديد من شركة جوكا والخاص بالتصفيات النهائية ويعيده للشركة المصنع بسبب نوعيته غير جيدة ويقرر ارتداء القميص القديم في مبارات عمان إبراهيم بايش ويوسف الأمين وجها لوجه في دور روشن السعودي في الجولة الأولى الرياض والوحدة يوم الخميس الساعة التاسع مساء بالتوقيق بغداد إن شاء الله عبر قنوات SLSG المشفرة من ستشجعون تصريح أكاديمية مانشستر ريناتش تقول موهبة زيدان كانت ستظهر حتما بدأ زيدان إقبال في تثبيت نفسه كلاعب أساسي معه تريغت استغرق الأمور بعض الوقت إنه شعور خاص دائما أن ترى لاعبي الأكاديمية يودون بشكل جيد بعد مغادرتهم ويمكن للمدير أن يضيف هذا إلى مجلد الأشياء التي تحو رؤيتها في الأكاديمية بل كي تلقها الموسم يرجع المانشستر ريناتش في الموسم القادم نادي أبستويشتاون الإنجليزية تعالقت مع المهاجم أرمان دوبروخا وضعت وسائل إعلام سويدية اسم الدول العراق السابق مهند إجعاز ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للعودة للدور السويدي لأسبوع المقبل فلا يزال إجعاز بدون نادي من لقصة حقديه مع نادي DC United للأمريكي الصحفي حسين الذكر يقول نحن ضد تواجد المدرب الأجنبي في الدور العراقي نحن مع المدرب المحلي في معودها التصريحات صارت قديمة الحالة مطورة للذكرون من الدخل العام الماضي مثل بلجيكا بدلا من العراق متطلع لمستقبل مشرق لكن الواقع جاء عكس التوقعات فقد هبط فريقه بيرلي إلى الدرجة الأولى الإنجليزية لم يشارك فيها والمباراتين من الموسم الجديد وفي المقابل اختار علي الحمادي ثمثيل العراق بفخر ذي أصبح هو العراق يشارك في البريمارليك بين الخيارات والنتاج يتضح أن الحب الانتمال للوطن قد يكون هناك الطريق الأفضل الحمادي مثل منتخبنا العراق والآن في البريمارليك أحد مشجعين منتخب شيلي كتب لقد أخطأوا بعدم الاتصال بداني للسعيد وراهن أنهم سيندمون فيما بعد نحب نقول لك نخابرك فيما بعد انفجار قيمة سوقية لعب منتخبنا الوطن العراقي ماركو فرج حيث قفزت قيمته السوقية ماركو فرج إلى مليار و 160 مليون دينار عراقيا معروف عن الدوريات الإسكندناتية لا تعطي هذه المبالغ العالية إلا أن كان اللاعب مهوب ماركو عمره 20 عام فقط لاعبنا العراقي يوسف نصراوي سجل هدف مع نادي بايرميوني خلال الماني حيث نشر هذه الصورة وكتب عليها هدف آخر متى سنشاهده بقميص المنتخب العراقي نتمنى الاستعجال في هذا اللاعب لاعب منتخبنا الوطن العراق إبراهيم بايش في أحدى الظهور له من مقر نادي الرياضي السعودي حيث شارك في أول وحدة تدريبية له مع النادي قبل مواجهة الوحدة السعودي يوم الخميس المقبل ضمن دورة روشن السعودية ضد يوسف الأمين طبعا هناك مشكلة في دفاع منتخبنا العراق ولا يوجد مدافع متاه عليه العين في هذه الفترة الحرجة ولا يمكن الاعتماد بشكل مطلق على ساحة ناطق وريبي سلاقة ليش من حور أحمد يحيا كقلب دفاع أحمد قوي دفاعيا وطويل القامة وصاحب بنيا جسمانية هناك عدة لاعبين تم تحويرهم من قبل كاساس ويجدون اللعف في أكثر من مركز إدارة نادي ماري بورس لوفين وافقت على الالتحاق اللاعب آدم طالب في صفوف منتخبنا الشباب الذي سيقيم عسكر تدريبيا يسبق مشاركته في تصفيات كأساس الشباب إدارة نادي علي حيدر وروماندولاتش لم توافق على الالتحاق القوات الجوية تعاقد مع المدافع العراقي الدولي زي التحسين شنرأيكم بهذه الصفقة رئيس الوزراء الحمد الشاع السوداني يفتتح ملعب الناصرية الدولي لسعة 20 ألف متفرج جانب من تدريبات الحارس كومويل ساعد مع نادي ليغانيس الإسباني كل التوفيق له